موزارة النقل ووزارة الصحة وقرانة مبارح خروج 108 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفاقهم عشان يرتفع اجمال متعافي من الفيروس لـ 98624 حالة وضحت الوزارة انه تم تسجيل 177 حالة ايجابية جديدة بالفيروس ضمن اجراءات الرصد والتقصي اللي بتقوم بيها الوزارة ده بالاضافة لتسجيل 11 حالة وفاة جديدة وكده يبقى اجمال الوفيات من بداية الازمة 6166 حالة وفاة واجمال العدد اللي تم تسجيله في مصر للمصابين بفيروس كورونا لحد مبارح 106060 حالة من ضمنهم 98624 حالة تم شفاقها وخرجت من المستشفيات العزل يعني 177 ده العدد اللي تم رصده مبارح اعتقد انه ارتفع شوية بسيطة عن الاعداد في الايام اللي فاتت اللي علم كله متخاوف من موجة تانية الفيروس كورونا مفيش حاجة في إدنا غير نحن نتابع الاجراءات الاحترازية اللي احنا بقلنا يعني وقت كبير جدا جدا بنوعدها وبنكررها على حضراتكم وخارص كلنا بقينا حفظينها من الكبير للصغير ارجوكم التزموا بالاجراءات الاحترازية خاصة مع دخول فصل الشتاء والعالم كله متخاوف مرة تانية من الموجة التانية لفيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر